أنا بعض الصحفيين يعني يتواصلون معنا ممن يعملون في القنوات كذلك ممن يعملون في القطاع الخاصة قالوا إحنا يعني الآن يحتاج الروح للحكومة بعد قلت لش قد قال أنا لحدنا خدمتي 25 و عمري كابس قال قال عمري 45 قلت لجزاك الله خير أنت إذا وصلت 50 راح تصار 30 بإمكانك تخرج براتب تقاعد 80% قال يعني أنا سترين مليون و نصف قلت لتطلع تقريبا مليون و ربع ممتاز يعني هذا الراتب كان يعني إن تم تنفيذ بنود هذا القانون تم تنفيذ هذا القانون بشكل صارم و بشكل جيد لازم نتوقع حجرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ضمننا ذلك بفقرة قانونية بإمكان الانتقال من وإلى وبالعكس كيف؟ اللي عند 15 أو 14 أو 13 سنة خدمة في الدولة العراقية مادة قانونية أنت بالدولة الآن على سبيل المثال أكملت خدمتك وصار نيتك أن أنت تستقيل من الحكومة وتذهب إلى القطاع الخاص بإمكانك وتنقل الخدمة من الصندوق الهيئة إلى صندوق الضمان وتكمل باقي الخدمة سواء تختار الضمان الاختياري عمل حر أو تذهب إلى المنظم مع أحد الشركات أو المعامل أو المصانع شو وقت تنتهي يعني ينتهي عملكم بالتصويت على باقي بنود القانون إن شاء الله خلال الجلسة المقبلة سوف يكون تكميل وهذا إكمال لما تبقى من باقي الفقرات وهذا ما رفعت عليه الجلسة اليوم ترجمة نانسي قنقر